اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد الرمان فوائد جدا عظيمة ان كان اخذناه عن طريق العصير او عن طريق دبس الرمان اذكركم بالفوائد العظيمة لدبس الرمان ايضا فوائد قشور الرمان القشور العظيمة بالفوائد استخدامها الخارجي لشد المناطق الحساسة وايضا لشد الجسم وايضا الغرغرة بمنقوحة لمشاكل اللثة والتهابات اللثة والحبوب باللثة والاسناء واللسان وايضا خل الرمان الرمان بيعملوا منه خل وبنعمل منه خل وبنستفيد من خصائصه العظيمة هذا الخل اذا القشور والخل والعصير وايضا تناول حب الرمان وبذور الرمان خصائص بذور الرمان خصائص عظيمة اذا هذه الفاكهة العظيمة هذه الشجرة العظيمة الفوائد العظيمة لابدانا فعلا كل ما نحكي كله رمان بروح تفكيركم انه مقوه ومنشط لكن نعرف خصائصه ايش بيقاوم الامراض بيقاوم الكوليسترول والدهون والشحوم وايضا بيحافظ على صحة القلب وصحة الشرايين شوفوها الخصائص العظيمة الان موسمه وارخيص الثمن اذا بعدل الكوليسترول بالدم ومفيد للاوعية الدموية وين في اوعية دموية بفيدها بعون الله سبحانه وتعالى وبحض من مشاكلها وبعالجها احنا اذا ما تناولنا شيء طبيعي بنمرض اذا اخذنا شيء ما بيرغبه بدننا وفي مشاكل بأثر على بدننا فما بالكم بالرمان وعصير الرمان وتناول بذور الرمان اذا الرمان فاتح من فواتح الشائهية واذا مضاد للاكسدة وبحسن الدورة الدموية في ابداننا بتروح الدورة الدموية لسائر البدن شوفوها الفوائد العظيمة الربانية في هذه النبتة في هذه الفاكهة اللي انذكرت بالقرآن الكريم اللي كانوا يستفيدوا منها اجدادنا وكانوا يعمروا باعمارهم اذا الرمان ضد شيخوها وايضا لمشاكل الرئتين وعصر التنفس ومشاكل القصبات الهوائية وايضا بخفض درجة حرارة الجسم وبيرطبها للي عندهم الهبات السخنة اذا عصير الرمان حرارة وفورة بتفور على جسمهم بالاخص النساء ما بعد سن اليأس سن الاربعين والخمسة واربعين او انقطاع الدورة الشهرية اذا حتى معروف انه علاج لفقر الدم والانيميا اللي عندهم انيميا فقر دم شديد اذا وحتى مفيد جدا لالتهابات المفاصل سبحان الله في هذا الشراب سبحان الله في هذه الفاكهة سبحان الله في الرمان القشور البذور العصير الخل شوفوا هالفوائد العظيمة اذا مفيد حتى لصحة العيون اللي بيشرب عصير الرمان حتى لصحة العيون وحتى بيقاوم العشى الليلي وضعف النظر مقوي للبصر تناول عصير الرمان اذا حتى مفيد جدا للجهاز الهضني وللمعدة وحتى بيحسن الهضم شوفوا كل هذا وصفات هذه الوصفات موجودة نعم موجودة في الرمان هذا الشراب هذه البذور هذه الشجرة العظيمة اللي فعلا كانوا يتمتعوا اجدادنا بصحة والعافي وقوة النظر وحتى للذاكرة وحتى للحفظ والتركيز اذا مضاد قوي للبكتيريا وبيزيد المناعة بيقوي جهاز المناعة بيحد من الامراض اذا حتى بيخلصنا من الشحوم حارق للشحوم الشحوم البطن تناول الرمان وايضا صنعوا الان للتنحيث من قشور الرمان وايضا قشور الرمان بتدخل بوصفات التنحيث لكن حتى طارد للديدان بيخلصنا من الديدان وحتى التهاب الحلق واللوستين مضاد حيوي رباني طبيعي باذن الله سبحانه تعالى حتى قشور الرمان مضغ لالتهابات اللسان اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد موسيقى موسيقى